الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرانتش موجز لأهم الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودية محمد بن سلمان وأصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطمأن خلال الاتصال على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز متمنيا له دوام الصحة والعافية من جانبه أعرب ولي العهد السعودي عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس السيسي الصادقة مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية للعلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة سلم وزير الخارجية سامح شكري رئيس الوزراء السنغافرية لحسن لونجا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم وأوضح حتى وزارة الخارجية أن شكري أكد خلال اللقاء على ضرورة مواصلة الدفع قدما بمجالات التعاون الثنائي والعمل المشترك هذا والتقى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره السنغافرية فيفيان بلاك رشنان وبحث اللقاء أترى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين كما شاهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك جاء ذلك استمرارا للقاءاته مع المسؤولين في سنغافورة بثاني محطات جولته الأسيوية يصوت مجلس الأمن الدولي غدا الجمع على مشروع قرار صغطه روسيا بشأن وصول المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا وانتقدت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا ودودو مشروع القرار ووصفت إياه بالإخفال الصارخ لحقيقة ما يحدث مشيرة إلى أن بريطانيا لن تصوت لصالح مشروع القرار الروسية من جانبها طالبت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبانيا وفرنسا والنرويجا وإيرلندا طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا اليوم الخميس على خلفية تظاهر الأوضاع الإنسانية في البلاد قالت السلطات الملاحية في بنما أن ثلاث سفن ترفع علم البلاد أصيبت بصواريخ روسية في البحر الأسود منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأضافت السلطات البانامية أن واحدة من هذه السفن تعرضت للغرق لكن دون الإبلاغ عن ضحايا وقال مدير سلطة الملاحة البحرية في بنما إن ما لا يقل عن عشر سفن أخرى ترفع علم بنما ما زالت عالقة في البحر الأسود مضيفا أن البحرية الروسية تقيد مغادرة السفن للمنطقة لقي أربعة أشخاص مصرعهم فيما أصيب أكثر من مئة آخرين في اليابان جراء زلزال قوي بلغت شدته 7.3 درجات ضرب سواحل فوكوشيما وأوضح رئيس الوزراء اليابانية فوميو كيشيدا أن الزلزال أدى إلى انقطاع القهرباء عن عشرات الألاف من الأسر اليابانية وتوقف حركة المواصلات إلى شمال شرق البلاد وانهيار أجزاء من وجهات المباني في بعض المناطق وأعلنت الحكومة اليابانية حالة التأهب القصوى تحسبا لوقوع هزات أخرى قوية جديدة ووقف خدمات القطارات فائقة السرعة إلى أجل غير مسمى تأهل فريق فريال الإسباني إلى الدور ربع نهائي بدور أبطال أوروبا بعد الفوز على يوفانتس الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إليانز ستوديوم ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من مطولة دور أبطال أوروبا كما تأهل فريق تشيلس الإنجليزية إلى ربع نهائي دور أبطال أوروبا بعد الفوز على ليل الفرنسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما فاز فريق ليفر بول على أرسنال بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعت بينهما على ستادي الإمارات في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لمصابقة الدور الإنجليزية جاءت أهدف المباراة في الشوط الثاني في الضقيقة الرابعة والخمسين والدقيقة الثانية والستين من عمر اللقاء وبهذه النتيجة قلص ليفر بول الفارقة مع منشستر سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة ليصل إلى النقطة التاسعة والستين بينما يحتل أرسنال المركز الرابع في ترتيب البريمير ليج برصيد 51 نقطة وبهذا مشاهدين انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفصل ترجمة نانسي قنقر